يعتبر تعامل النجوم مع معجبينهم جزء مهم من حياتهم المهنية وخصوصا أن تصرفات الفنان السلبية مع المعجبين ممكن تأثر على صورته العامة قدام الجمهور وعلى الرغم أن بعض النجوم بيعتذروا للجمهور على سلكهم السائق مع المعجبين لكن في أغلب الأحيان الموضوع بيوصل لأزمات كبيرة للفنان مع جمهوره بأثر على علاقته بيهم وأحيانا بيوصل ردود فعل الفنانين مع معجبهم إلى حد الاعتداء اللفظة والجسري وده اللي حصل مع عمر دياب بعد ما اعتدى بالضربة على واحد من معجبينه بعد ما حاول يتصور مع سلفه في أحد الأفراح وده أثر استنقار الجمهور من رد فعل عمر دياب مع المعجب وتحول الأمر في خلال ساعات لأزمة قانونية بينهم بعد ما حرر الشاب محمد سعده أسامة محضر ضد عمر دياب وقدم عمر دياب هو كمان بلغ ضد الشاب وبرر رد فعله معه بأنه تعمد ملامسة الجزء الخلف له وده يعتبر جريمة هات كعرض وتحرش أما عن الفنان عمر الشريف ففي سنة 2011 أثار عمر الشريف ضجة كبيرة من خلال مشاركته في مهرجان تريبيكا السينماية في الدوحة وأثناء محاولة الإعلامية العرائية عايشها الضر للتقاط صورة مع عمر الشريف فجئها وضربها بالألم على وشها وتال حدث ديت سببت فردود فعل غاضبة ضد عمر الشريف في جميع وسائل الإعلام لكن بررت إنس بكر المتحدثة الإعلامية بإسم عمر الشريف إن رد فعله ده كان نتيجة الحالة الاستفزازة اللي بيعاني منها أثناء حضره المهرجانات أما عن الفنان حسن حسني فتعرض هو كمان لموقف محرج أثناء عزائل فنان أحمد راتب بعد ما مسكه واحد من الحضره من دراعه فكان رد فعل حسن حسني بإنه ضربه بقوع علشان يبيره عنه ولا تسبب في استغراب الموجودين في المكان من تصرفه أما عن الفنان أحمد عبدالعزيز فأثناء خروجه من عزائل فنانة شرين صف النصر اتجمر حوالي عدد من المعجبين والصحفيين ولما حاول واحد من المعجبين لمسه من كتفه علشان يتصور معه انفعل عليه وقال له اقوع ايدك يا لا وبعدها مشي من المكان بسرعة لكن بعدها اعتذر الفنان أحمد عبدالعزيز للصحفيين والمعجبين بسبب انفعله وبرر الرد فعله ان ده عزائل ما ينفاش حد يقف يتصور مع حد وبعدها استضاف في بيته الشاب اللي انفعل علاق أثناء العزاء واعتذر له أما عن إليسا فتعرضت لانتقادات كبيرة بعد ما رفضت النار تتصور مع واحد من معجبينها أثناء ما كانت بتغني في حفلة من حفلاتها وقالت له انا جاي هنا علشان اغني مش هتصور واعتبر البعدها تصوره في إليسا غرلائك وخصوصا ان هي وصلت للمكانة اللي هي فيها بسبب دعم الجمهور لها أما عن العندليب الأصمر الفنان عبدالحليم حافظ فأثناء ما كان بيغني قصيدة قارئة الفنجانة على مصلح الترسانة اتفاجئ ببعض الناس كانوا قاعدين في وسط جمهوره بيصفروا صوتهم عالي وفي منهم اللي صخر من عبدالحليم وقال له ابنك بيعيط يا عبدو وفي البداية حوال عبدالحليم انه تجال اللي بيحصل حواليه ويكمل هنا لكن بعد شوية عبدالحليم ما قدرش يكمل ووقف هنا وبعدها قاعد يروح ويجي على المسرح وبعدين بصله الجمهور ومسح وشه بالمندل وقال لهم بنفعل انا على فكرة انا كمان بعرف اصفر وبعرف اتكلم وبعرف ازعق وبعدها راح مصفر بعدها الصحافة بدأ يتهاجم عبدالحليم وقال له لانه اتغر وعايز يعلمه جمهور الادب فحليم دفع عن نفسه وقال ان السبب اللي خلاه يعمل كده انه كان تعبان ولغير كمان انهم كانوا بيصفروا وبيشتموا كانوا بيتعمدوا يقطعوا كله لما كان يبدأ يغني القصيدة اما عن كوكب الشرق ومكلسوم فعلى الرغم من رقيا واحترامها لجمهورها لكن حصل مع موقف غريب مع واحد من معجبينها في ليبيا فاسناء ما كانت ومكلسوم بتغني اغنيتها الشهيرة بعيد عنك قالها واحد من الليبيين الموجودين في الحفلة عادي يا مر عادي ودع تبرته مكلسوم اهنة لها وعلى غير عادتها ردت عليه وقالت لخرى سعالي للأدب لكن بعد تدخل بعض الموجودين في الحفلة وضحوا للمكلسوم ان كلمة مر في اللهجة الليبي زي كلمة ستة في اللهجة المصرية وان الراجل ما كانش يقصد الاساء للمكلسوم ترجمة نانسي قنقر